بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي خناة الأهلي في برناميكم ملك وكتابة وكل عام وأنتم بخير في أيام قادمة يملأها التفاؤل والأمل إبراهيم أهلا بك يا شماندس أهلا بكم أعزائي المشاهدين وكل سنة وحضراتك طيبين في أولى حلقات ملك وكتابة في 2019 سنة سعيدة إن شاء الله على مصر سنة سعيدة على النادي الأهلي سنة سعيدة على حضراتك جميعا وبإذن الله تعالى يكون عام مليء بالنجاحات وبالتوفيق وبالأمن والأمان لربوع الوطن إن شاء الله حلقة جاية في توئيد كمان مهم الأهلي بيستشرف فيها العام الجديد برؤية جديدة بفكرة جديدة بأدوات جديدة بطموح جديد طموح لعله تبلور مع نهاية 2018 بشموندس مدير فني جديد هو الأول مرة لاتيني يقود الكرة الأهلوية بأفكار جديدة برغبات جديدة بقدرة على التحدي الجديد كمان مع هذه الإضافات الجديدة على قيمة الأهلي مؤكد أن الناس مترقبة يعني عارف الفضول كله قاعد مترقب عارف يعرف الأهلي في شكله جديد حيبقى عامل إزاي الإضافات حتنجح مع الأهلي إلى أي مدى وشاء أن يكون الاختبار الأول في السنة الجديدة اختبار قوي جداً مع أحد في السنة المقدمة وثلاثي التنافس فطبعاً يعني يزداد التراقب يزداد الفضول مع مدرب جديد كل الدلائل بتقول أنه هو قادر على أن يقدم الجديد أيضاً وهنا بنحلك لكلام لسارتي نفسه المدير الفني الأورجوياني في المؤتمر اللي عقدوا النادي الأهلي لتقديم المدرب الأورجوياني الرأي العام الراجل قال كلمة مهمة في السياق ده أنه بالتأكيد بصمته وفكرته والشكل الكامل ليه مش هيظهر فجأة وأنه بيشتغل في نص الموسم وبالتالي هيكون حريصة على أنه يضيف أفكاره واحدة ورد تانية مش هيقدر يغير الشكل تماماً لا استراتيجية اللعب ولا أسلوبه ولا الطريقة ولا العناصر قال إن أنا هتفرج وحرصد وهعمل ولما أتكلم بعد كده قال إن أنا عندي فكرة كاملة حتى لما قال للعيبة قال إن أنا عندي فكرة متكاملة عن كل العناصر تقريباً لكن هياخد وقت بالتأكيد عشان يقدر يفرض رؤيته واحدة ورد تانية أبا شوانس أتصور إن مش قبل أسبوعين أنا ما يقدر يقولك أنا فهمت هو لقط بعض اللعيبة لقط زكاء بعض اللعيبة لقط نشاط بعض اللعيبة لقط يعني العلامات المميزة للي عنده حاجات زيادة لكن عشان نقدر نقول إنه يقدر يقيم الفريق محتاج وقت محتاج وقت ومحتاج مباراة مبارايات ولذلك أعتقد أن الفترة القادمة ستشهد تقليد جديد ربما بإقامة مباراة ودية عقب المباراة الأولى في أغلب الأحيان يعني أنت بتلعب النهاردة بيبقى في مباراة ودية كل هذا بهدف إعداد البدلاء تحفزهم وضعهم في الضوء أيضاً مساعدة الجهاز الفني الجديد على أن يكتشف كل القدرات المتاحة إليه إذن ترتبات احترافية عالية عناصر متاحة متميزة تدعمات قوية في صفوف الفريق منها ما قد تم حاسمه ومنها من ينتظر لكن المؤكد أن لا أحد يألو جهداً على الإطلاق في سبيل استعادة فريق النادي الآلي لقوته والمكانته والوضعيته بإذن الله حلقة النهاردة لمدة ساعتين مع حضراتكم لغاية منتصف الليل هنكون حرصين على أن نحن نشوف آخر الأوضاع دلوقتي بالإضافة إلى محاولة النظر إلى حصاد 2018 من بعض الزوايا ذات الصلة بالسنة الجديدة يعني الحصاد اللي تم فيه 2018 ولا تزال له علاقة وطيدة متصلة وموصولة بـ 2019 شواندس اللي رجوياني مرت اللسارتي المدير الفني في أول قيام له بمهم عمله لمباراة الغد مع بيرامدس وهي مباراة مؤجلة في الدوري اختار قائمة لدخول معسكر المباراة ضمت اللاعبين شريف إكرامي ومحمد الشنوي هشام محمد وأيمن أشرف وإسلام محارب وليد سليمان ورمضان صبحي ومحمد هاني مروان محسن وسليف كلبالي وعمر السلية وأحمد الشيخ وعلي معلول ووليد أزارو وأكرم توفي وناصر ماهر وكريم ندفد ومحمد محمود ومحمود وحيد وهنا نتوقف عند بعض الأسماء الجديدة كداعم قوي لقيمة الأهلي رمضان صبحي بعد استعارته من ناديه الإنجليزي لمدة ستة شهور محمد محمود ومحمود وحيد بعد انتقالهم رسميا للنادي الأهلي ويمكن الأنجولي جيرالدو لم يتم حسم القيد بعد لأنه بكرة كمان يوم عمل لكن بهذا الشكل هناك ثلاث إضافات نوعية مميزة جدا أباش مهندس بالإضافة إلى من تم قيدهم لأنه مع بداية شهر يناير الأهلي ضم هؤلاء اللعبين الجدد للقايمة بالإضافة إلى صالح جمعة اللي تم قيده أيضا في قائمة الفريق يعني أصبح لدى الجهاز الفني زخيرة جيدة جدا من أنت عندك خمس إضافات خمس إضافات جديدة ستة لأن أجاية ما كانش مقيد كان بيتعالج أجاية أعتقد أن الحد كبير يمكن نقدر نقول خمسة سبعين في المية أو تمانين في المية من احتياجات الفريق تم تحقيق يمكن الناس ساعة تبتدي تحط أولوياتها في مناطق على ضوء المشاكل اللي بتشوفها في المباريات وده منطقي جدا يعني يعني الكلام عن الحاجة ديفندر 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 أو جمساك أو دي نتيجة أن في مشكلة ما ظهرت في المباراة بشكل واضح لكن الحياة أنا متفرج على الدور المصري زي زي ناس كتير وبعد أسرح كده أقول فلاني فلاني ده أحد أمال النادي الأهلي النويجي أتابع برضو بيرتكب بعض الأخطاء ماذا لو ارتكبها في النادي الأهلي الناس دايما هتبص على العنصر الخارج النادي أنه الأمل ومجرد ما يجي يقيم بشكل مختلف خالص بالظبط يقيم على أساس مش ميزاته على أساس غلطاته فبرضو يعني عادينا نحط النقطة دي في الاعتبار عشان ساعد بنقصه على نفسنا زيادة على زوج صحيح طيب بالإضافة لهذه القائمة الأهلي النهاردة قام بقيد هؤلاء اللعبين الجدد البطاقة الدولية للأربعة وصلت هيتم قيدهم أو تم قيدهم بالفعل رمضان صبحي كانت البطاقة الدولية من هيدرسفيلد الإنجليزي نديه اتأخرت شوية بشجات النهاردة الحمد لله وصلت النهاردة مرت اللي صارت زي ما انتم شايفين في التدريب يمكن في حرص شديد منه على أنه يكون له بصمة في حاجات كتيرة جدا هو قاين بكل حاجة في ملعب التدريب فبالتالي هتلاقيه بيوجه تعليمات وبيصحخ خطأ وبيحاول يعلي حد نفسيا وبيلتقي مع حد عشان يسمع منه حاجة ويتطمن على الأحمال البدنية ويقعد مع الدكتور ويتكلم مع سيد عبد حفيز ويراجع محمد يوسف بيحاول يلم كل أوراق اللعب معه وواضح أنه هو بدأ يلقط وفيه قناعات بناس معينة يمكن كان الناس متصورة أنها هتوبة بره القناعات يعني أنا مش عايز أكشف عن أمور أو أسماء محددة اللي هي من القادمة ستكشف عنها فحيبان كويس قوي أن دي قناعات المدارب الجديد وزي ما أنتو عارفين باستمرار الملفات المفتوحة اللي لسه فيها شغل محدش بيتكلم فيها لكن من المؤكد أنه بشكل رسمي لما الأهل بينجز أي حاجة بتعلن للرأي العام بكل الوضوح في هذا المران لسارتي اطمئن على العناصر اللي اختارها لقيمة المباراة وخصص فقرة حتى في التمرين للضربات الركنية والضربات السابتة وعنده قناعة فنية واضحة بالحلول الفردية لحل المشاكل والتعقيدات اللي في المباراة يا بشمانس الطبع اللاتيني لا يغفل قيمة المهارة الفردية أبدا كمان كان له جلسة مصغرة مع قلبي خط الوسط المدافع عمرو السلية والشام محمد على وجه التحديد وكان معاه الكابتن محمد يوسف في تعليمات تكتكية خاصة بالاتنين حسام عشور كابتن الفريق واللي بيعالج من إصابة في كحل القدم أدى تدريبات تأهلية في الجيم وإن شاء الله يكون جاهز حسام للمرحلة اللي جاية كابتن سيد عبد حفيز مدير الكرة قال إن الجهاز استقر على يوم 12 يناير الحالي موعدا للقاء فيتا كلاب الكنغولي في أولى مباريات الأهلي في المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدور أبطال أفريقيا وقال سيد عبد الحفيز إن المباراة ستبقى في استاد الجيش في برج العرب يوم 12 يناير الساعة 9 مساء إن شاء الله هو كان فيه كلام إن التحاد الفريخي ممكن يعمل يوم 11 بتاع لكن في الآخر لعدم إرباك المشهد لأن ده كان حيث أثر على الجدول المباراة في الوقت الذي اختاره الأهلي يوم 12 بإذن الله طيب إدارة النادي الأهلي أيضا وفقت على إعارة التنائي أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان لفريق الجونة لمدة 6 شهور واضح إن فكرة الإعارة اللعب اللي أنت ممكن تقدر تجهزه برة تدي له فرصة عايزين نتكلم لنبقى في موضوع الإعارة ده لأن ده مهم جدا وبيعمل لنا حرج شديد الحقيقة تربطنا ببعض الأندية خاصة الجمهورية منها علاقات خاصة ومشاعر خاصة أيوة إنما هي الإشكالية في إعارة اللعب إنك مش أنت اللي بتواجه اللعب في الآخر اللعب هو اللي بيقول أنا عايز النادي الفلاني فأنا رجاء من كل الأندية اللي هي عايزة اللعبة المتاحة من النادي الأهلي واللي بيعرفوه من خلال التواصل مع الجهاز الفني يعملوا حاجة مهمة جدا ياخدوا مفقات اللعب اللعزين ياخدوهم لأن أنا ما بوجيش عال فأي لعب في نادي نتمنى بيني وبين نفس إن اللعب يروح له لهم ما رحلوش ليس هذا يعني بنفضل نادي عن نادي ولكنه احتراما لرغمت اللعب الأبسط حقوق ونيقول إذا كنت عايز تعيرني طب أروح لحتة الفلانية فأحمد حمدي وأحمد ياسف اختاروا 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 الجوناء اختاروا كلير كده بوضوح لأنه كان فيه أكتر من أندية متدخلة عايزين نروحوا الجوناء خلال طيب بالمناسبة الجوناء النهاردة في الدوري كسب المصر 2-0 دي مباراة مؤجلة من الأسبوع الثمانتاشر وواضح أن كابتن حمد ياسفدي مع الجوناء ماشي بشكل جيد حمد ياسفدي ماشي مع الجوناء بشكل جيد وما تنساش أن كابتن حسام غالي نتمنى له الطوفيق مدير الكورة مدير الكورة الجهاز كمان ماشه الله ردش حتى واقل شي واقل شي ردش حتى الجوناء بشكل عام السنة دي بتقدم كورة حلو والله كل الفرق كل الفرق أبراي أنا بتفرج على الدوري المصري بستمتع النهاردة بترجيت فاز على أمبي وأخرجه من كاس مصر فاز عليه اتنين واحد المباراة كان الوقت الأصلي انتهى واحد واحد في الوقت الإضافي بترجيت تتمكن من تحقيق الفوز والتأهل واقصال ما قالوش من اللي جاب اللي جون عادينا نعرف آه لأننا أنا شايف أن فيه لعب اللعب الإفواري شمت لا الثاني آه جاب الجون لين جاب الجون الثاني الأولاني يمكن شمت بكلي أنا شايف اللعب ده ما حد يشو أخد باله منه لعب مدهش بكلي مدهش مهريا حركة زكاء هدوء رؤي على الملعب بلاي ميكر هداف لعب كواسي قوي وكان من سنتين كده كان فيه كلام من الأهل يهتم به وأنا حتى قلت إيه ده 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 مين اللي وصل للقناعة بالراجل ده مدهش لعب كواس جدا جدا جاب لإنبي عمر بسام وحميد ماو هو اللي جاب آه عمر بسام ده كمان لسه من قوله حميد ماو جاب الجونين لبيترو جيتا طيب بكرة الأهل وبيرامدز في الدفاع الجوي المباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن يوم السبت الداخلية مع الإسماعيلي مؤجلة من الأسبوع الستاشر والاتحاد مع الزمالك في الأسبوع التسعتاشر ده الداخلية والإسماعيل والاتحاد والزمالك يوم السبت بكرة جمعة الأهل وبيرامدز في الدفاع الجوي زي النهاردة 3 يناير ألف برضو كنا نحب نعرف مين اللي جاب اللي جوا ما يدوننا المعلومة كاملة أخوان لأي وائل وإسلام رجلي إسلام ماشي كويس قوي أو ما حد رغب باله ده سادس جون له أظن في الدور ولأي وائل كان في الأهل ولأي وائل لا أنا بكلم على إسلام إنه هو استعاد إحنا ملالي جابه لأنه كان لعيب عنده جرأ على المربع وبيجي من تحت كده كويس فالحقيقة عاد اكتشاف نفسه في الجنة زي النهاردة 3 يناير لكن 1941 الأهل فاز على المختلط اللي هو الزمالك بعد كده 4-2 في دوري منطية القاهرة سجل مونير هدفين وصالح الصواف هدفين للأهل وسجل هدفي المختلط فوزي ومحمد لطيف ما الفوز يا ده العيب فاز يعني بيرامدز والأهلي جديد في جديد بيرامدز حضراتكم عارفين أنه ده النادي الأسيط سابقا اللي تم شراءه وتحويله اسمه إلى نادي بيرامدز وبالتالي فيه تجربة استثمارية احترافية متكاملة في أول مواجهة بين بيرامدز في ثوبه الجديد أو كالأسيط سابقا مع فريق النادي الأهلي حامل لقب بطولة الدوري المباراة لها اعتبارات كتيرة جدا مخليها تحت الاسبط بشكل واضح وصريح لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة وده النقطة المهمة اللي بتستوقف الناس في هذا اللقاء انتو عارفين خضراتكم أنه نادي بيرامدز كان قال أنه مبارايته مع الأهلي عايز لها حكام أجانب وكان قال كمان أنه عرض رغبته في النوابة كل مبارايته بحكام مش مصريين وده كان سيرا على بعض الاحتجاجات وعلى مستوى التحكيم في المسابق لغاية هنا وده طلب مشروع جدا وده رغبة كل الأندية أو كتير من الأندية تحفزت على مستوى التحكيم هنا لجنة الحكام الرئيسية وأنا بتكلم على وجهة نظري الشخصية الشخصية لجنة الحكام الرئيسية باشواندس لما أجي عندي اعتراض من نادي على طاقم تحكيم أو على مستوى التحكيم وأنا عايز حكام أجانب أنا هنا لازم أستشعر الحرج بالمعنى القضائي للتعبير بمعنى أنه فيه طرف زي نادي بيرامدس عنده رغبة في أنه يجيب حكام أجانب أي نادي وده السؤال المهم والمحوري أي نادي هيعترض على التحكيم اتخذوا الكرة قلب بشكل واضح وصريح اللي عايز حكام أجانب يدفع اللي عايز يستخدم حكام أجانب هو بس بس حتة الحكام الأجانب يعني ليه الاتحاد سيبها في يده بنت مزاجي يعني سنة اللي فاتت مطش اللي قال رئيس لجل شباب الرئيس اللي هو رئيس نادي يسموح المؤادس فرج عامر يعني يطلع وليل حسب الله ونعمل وكيل يعني أن يرفض طلبه وبعدين اتحاد الكرة لا ما فيش حكام من هنا ورايح أجانب السنادي والله اللي عايز يجيب حكام أجانب يدفع طيب ايه ايه كل يوم هو في شأن لماذا مين ايه الحكمة ايه الحكمة في القبول ايه الحكمة في الرفض هي سياسة ولا مزاج ولا موقف شخصي ولا لحظة هي سياسة ولا مياسة هي كده لا حاجة غمضة طيب أنا وجهة نظري لا اللي عايز حكامي أجانب يجيب بس يجيب ايه بقى ملوش دعوة بقى ايوه اجيب ايه انا اللي اجيب اجيب من كل المناطق التي ليست لها علاقة بطرف من الأطراف واحسن حاجة ياريت يبقوا من بره افريقيا ياريت يبقوا من بره المنطقة العربية ياريت لان احنا في عالم بقى زال قرية مفتوح على بعضه بتلاقي الأهلاوي زمالكاوي في الخليج وفي افريقيا وفي كل حت بتلاقي البرامداوي اللي يتمنوا دلوقتي طبعا بقى لهم جمهور وبشتغلوا على كده ومع انتظامهم حيبقا لهم جمهور حتلاقيه في السعودية وفي الخليج وفي مصر وفي مصر وحيبتدي يبقى جمهور يبقى انا النهاردة لما جيد بناء على طلب الاهلي ما جيبلوش من المنطقة اللي اللي فيها له غالبا مشجعين ومؤيدين وناس بتتبعوا وناس مرتبطة بمصالحها معاه ده على مستوى الادارات والمسؤولين بيبقى فيه علاقات فانا مش عارف لماذا دائما التحكيم يدعى نفسه في موقف علامات الاستفهام ده بمناسبة استشعار الحركة استشعار الحركة لانه انا بقول لكم كوجهة نظر شخصية لو اتحاد الكرة او لجنة الحكام راح تجاب تقم حكام من الارجوي مثلا ازاي وارجوي دولة عريقة وعتيقة في كرة القدم اول ما نظم وفازة ولا من شو اسرة واخدلك لو راح جاب من الارجوي هيبقى الكلام بشكل مباشر مرتن لا سارتي لانه في صلة فبالتالي انا لما اكون عايز اجيب حكام اجانب هي الفكرة النادي اللي هيتحمل تكلفة الحكام الاجانب مش يتحمل عشان يختارهم اللي يطلب يدفع اه يدفع لكن انت اللي بتختار ويجب ان يكون اختيارك اختيارا حرا نزيها سليما نقيا انت مسؤول عنه انت مسؤول عنه بحيث تبعد عن اي دوائر حرج طاقم التحكيم ادار عدد كبير من المباريات في الدور السعودي السنة دي والسنة اللي فاتت لا تجيب لي طاقم ادار مباريات في الدور السعودي ذات الصلة ولا تجيب لي حكام من الايروجوي موتن مرتن لسارتي في الحالتين ابعد عن هذه المناطق ذات الصلة وروح لمزيد من الشفافية اختار من منطقة تانية المسألة ما عقمتش انت عندك دائرة اختيار كتيرة جدا ولما رئيس لجنة الحكام الكابتن اصام عفتاح قال في البداية قال ان احنا خطبنا تمن دول خطبنا تمن اتحادات وبعد كده تم تحديد الطاقم الصربي بالاسم ما ليش جعوة برضو لان اتحاد الكورة لما استشعر الحرج النهاردة استشعر الحرج من نفسه بعد ما السوشيال ميديا تكلمت على طبيعة الاختيار طلع اتحاد الكورة بيان يقول ان احنا على مسافة واحدة الجملة اللي دائما وابدا اي حد يقولها لازم ان تقف عندها ما هو لازم ان تكون على مسافة واحدة ما حدش قال لك روح يمين ولا تعالي شمال ما ينفعش تروح يمين ولا شمال ولو روحت يمين ولا شمال مش هينفع تقولها يعني الناس تشوفها لكنه فكرة ان انا انا على مسافة واحدة انا اخفر اتنين في حضنك مش واحد بالطبط طب عليه والتالي ممكن تقرسه في ودنه مثلا ما انت على مسافة واحدة او صحيح لكنه استشعار الحرج متى يكون حريت الاختيار ومسؤوليته متى يكون البعد عن اثارة الجماهير متى يكون هي دية التساؤلات المهمة في هذا السياق لكنه فكرة ان انت تستخدم حكام اجانب ليكن رغم ان انت قابل كده على طول اتكلمت على ان انت عايز تدي فرصة للحكام لا انا معا اللي يطلب حكام يجيبه انا معا اللي يطلب حكام يجيبه بس مالوش دعو به ويمكن الجزئية دي تحديدا علاقة الاهل بالتحكيم وما يتعرض له الاهل هذا الموسم وشفته في الحلقة الماضية عرضنا حجم الاستفادة المباشرة لنادي الزمالك متصدر المسابعة في ظل عشر نقاط كاملة نتيجة اخطاء تحكيمية واضحة واقبنا عليها الدليل من خبراء التحكيم نفسهم مش من رأينا وشفته ضربات الجزاء وشفته الاهداف وشفته الاخطار وشفته حتى اخر مباراة للاهلي ازاي محمد امين عمر يتجاوز عن اخطاء المدافع الافريقي في هزي المباراة ضد لعبتي الاهلي تسع فاولات عنيفة جدا ولا كارت اسمع ما تشل المقولين مباراة بما انك ذكرت عشان نسيقلك ايه يعني انزارات لا طاهر محمد طاهر وفريقه متقدم وبعدين اتعادل الاسماعيلي تم طارده في دي حاجة وسبعين اللي هي دي اللي غالبا بيطرز فيها مش عالف ليه يعني في التوقيت ده ارتكب فولين ورا بعد اخد انظارين اللي خدهم دول أحلف لك بإيه يا أخي ما يجوش نص الفاولات اللي تم اتغاد عنها من أمام الأهلي في المباررة الماضية على طول المقولين اللعب ناقص ومن ثم يعني كانت فرص وأقل وخسر المباررة بعد أن كان متقدم نفس طهر محمد طهر بيتحسب عليه هو تحديدا نفس النوع من الفاولات أنه بيخش يعمل فرمالة رجله بتكمل في رجل المنافس دي بنشوفه ضد الأهلي في 90% من الكوارات المشتركة ولا يتم حماية الأهلي ولا حد ياخد انظارات فمسألة الانظارات لا الديني حقي ما تجيش تقولي أصلا هو بس التحيز لازم في ضربة الجزاء وتسلل ده بالعكس ده تبوك تحزمني طول الماتش طبعا طبعا فكرة حكام أجانب لمباراة الأهلي وبيرامتز وما يتعرض له الأهلي من تحامل تحكيمي هذا الموسم بشكل واضح جدا اهو تفضل ده إجبتور يعني ولا انظار يعني كل مرة تحت علم العامة بسم الله ما شاء الله الحكم في لياقة كاملة ومتابعه ركلة من الخلف ايه يا أخينا ما هو المطلوب لا ده انت لو 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 اهو ولا كور ده طرد مباشر يا حبيبي ولا كارتة أصفر الراجل اللي ورد شاته بالشلوت مفيش ناحية الكورة ده كارتة مباشر كارتة أحمر مباشر يا راجل عشان تراح تنام يا راجل بص على مطشاطك لا هي بصه كل مرة قدام عينه ونفس اللعد مش هيديله كارتة لأنه خايف يديله كارتة يضطر بعد كده يطرده وده في حكم اهو مالوش دعوة بالكورة مش كلا مع الاهلي مالوش دعوة بالكورة اهو يا راجل انت بيجيولكوا نوم ازاي بيجيولكوا اهو 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 باستمرار يعني انا انا قولي ايه اللي يمنع الحكم انه يحمي لعب كله ضربات من وراء وبدون كورة اهو اهو اتفضل كل مرة و وبالصدفة تلاقي دائما فوق اللعبة ومالوش دعوة بالكورة ما بيلعبش عالكورة خالص هذا التحامل التحكيمي الفج وغير المفهوم غير المفهوم على الاقل يقولك الاقل بيكير هناك توجه غير مفهوم اسمع بانا هل يحسم الدوري من خارج الملعب والله يعني ده السؤال برضو المهم من اين تحسم بطولة الدوري كابتن اصام عبد منعم استلفت انتباهه ما يحدث في التحكيم فقال النهاردة في الاهرام اكتب قبل ان يعلن اتحاد الكورة عن جنسية واسماء طاقم التحكيم الاوروبي الذي سوف يدير لقاء بيرامدز والاهل في الدوري بناء على طلب بيرامدز واقول ان فريق بيرامدز يقدم هذا الموسم مباريات جيدة تثبت انه بالفعل اضافة للمسابقة العريقة لكنني اتساءل عند وافع ومبررات خشية بيرامدز من مجملة الحكام المصريين للاهلي حيث ان كل الشواهد تدل على العكس وتؤكد ان النادي الكبير هو ابرز ضحايا التحكيم المصري حتى الان الاهلي ابرز ضحايا التحكيم المصري حتى الان واللي مش مصدق نقعد نعرض الحالات اللي عرضناها المرة اللي فاتت شبق ما من الردود الصبيانية والكلام اللي بيحصل والهيسة والهيسة بيكمل الكابتن اسام عبد منعم وتحفيز بقية الاندية على الاقتداء بها يعني عايز يقول استخدام حكام اجانب هو الرحمة للنادي الاهلي نفسه هو اللي حيستفيد انه حيلعب تحت مظلة عدالة نأمل ان شاء الله تعالى انه تكون سليمة ولكن برضو لازم نروح نحية علامات الاستفام لماذا ادينا فكرة او نبزة عن مسيرة هذا الحكم على الال لاخر ثلاثة شهر شوفوا الحكم عشان بس ما يطلعش الكابتن عصام عفتاح زي ما طلع في البيان وقولك ده طاقم التحكيم الصربي الا ادار نهائي ابطال اوروبا بين ليفربول وريال مدريد فوق راسي من فوق ما بنتكلمش على مستوى الكفاءة ما بنتكلمش على النوعية بس هو كان حكم صفارة ما كانش حكم صفارة كان حكم ايه بس في النهاية كان حكم رابع رابع اه ولا خامس او خامس 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 بس في النهاية انت بتتكلم على اكتر من نقطة هو كان حكم خامس انت بكرة في طاقم التحكيم اللي عمله مش عامل حكم خامس وبرضه مش فاهم ليه هو فكرة الاستعانة بالحكم الخامس اللي انت بتشوفه مورا الجون هو ده نهج وتوجه للاتحاد ومسئولية ولا ماتشاط ماتشاط انا بلاحظ ان انت لما بتجيب طاقم اجنبي او عربي زي ما حصل قبل كده لمباراة بيراميدز بتكتفل باربع حكام حكم الصفارة والاتنين المساعدين الراية والحكم الرابع اللي قعد برا فكرة الحكم الخامس اللي موجود وراء المرميين في طاقم التحكيم اللي بتستعين بيه لبيراميدز ده ما بيباش موجود هي الفكرة كلها انت كالتحاد مستقر على ايه مستقر على انجاح الفكرة واستمرارها يبقى ما فيش فرق بين مباراة بين ألفوا به ولا جيموا داد كله يكون بنفس الشكلية وكل يكون بنفس سلطات وتوزيع المهام داخل الملعب ده لو انت فعلا مستقر على اهمية الحكم الخامس ودوره ده ابسط معيير العدالة تثبيت الظروف تثبيت النهج طبعا انما مش ده بحكم خامس وده بفار وده من غير مش عارف ايه وده بقى جانب وده من غير اجانب وده بقى جانب بشكل معين كل اللي بنقوله ممكن الحكم بكرة حكم ماتشو كواسي قوي مش معنى كده ان احنا بنتكلم على كفاءة الحكم نحن لن نعترض على كفاءة الحكم على الظروف التحكيم احنا بنتكلم لماذا لماذا هذا الحكم خلال الثلاثة شهر ماضية ثلاثة اسابيع متتالية حكما رابعا في الدور السعودي صح؟ صحية الحكم دانيالو جروجتش وميلوفان ريسيتش وداليبور جورجي فيتش ونيناند جوكيتش ده الرباعي طاقم التحكيم الحكم السربي روجتش سنه 42 سنة واحد من الحكام اصحاب الصفرات القوية في الدور السربي وانا هنا بتكلم على الدور السربي مش بتكلم على الدور الالماني ولا الدور الاسباني عشان اخط كل الامور في حجمها الطبيعي والمنطقي وبالتالي خد الشارع الدولية من 6 سنين من 2012 ادار خلال مسيرته 229 مباراة في اجمال المسابقات طلع الكارت فيهم 1044 مرة بطاقة صفرة و22 مرة بطاقة حمراء رقم كبير للغاية فيما يخص الانذارات ادار مباراتين في الادوار التمهيدية لبطولة دوري ابطال اوروبا الحالية بالاضافة الى 5 مباريات في تصفيات الدوري الاوروبي دانيالو كان حكم 5 في المباراة النهائية لبطولة دوري ابطال اوروبا في مباراة الريال وليفربول اللي انتهت بفوز ريال مدريد 3 واحد الحكم الصربي تواجد وده النقطة اللي انا اتكلمت عليها ان لم تستشعر لجنة الحكام المصرية الحرج الان فمتى وان لم تستشعر من وجود طاقم التحكيم في ادارة عدد كبير من المباريات السعودية فتجيبوا لمباراة بيرامز والآلي فاين هي دقة التساؤلات اللي المفروض يجاوب عليها الكابتن عصام عفتاح والكابتن او المهندس هاني ابريدة استشعر الحرج لابد ان يكون موجود ده حتى مبدأ قانوني بسيط جدا على منصات القضاء القاضي لو حس ان القاضية اللي معروضة عليه فيه صلة ما بينه وبين ورقها او بينه وبين اطرافها على طول من نفسه بيستشعر الحرج ويتنحق يجيب حد غيره يبص عليها ما يحكمش فيها انت طرف بيطلب حكام اجانب حقه حقه الطبيعي حقه الطبيعي انه يشعر انه التحكيم مش مزبوط بالنسبة له مش بس بيرامدس كتير من الانديه اشتكت لكن لما انا اطلب حكام اجانب واقول ان انا هدفع انا علي لما انا اروح اختار قلتلك ما تروحش تجيب لي من الورجوي ما تروحش تجيب لي من مكان عندي مدرب منه لانه هو اللي وجب منه لانه ذات الصلة فانت بتجيب لي مدرب حكم او طاقم تحكيم بالكامل قدر عدد كبير من المباريات في الدور السعودي السنة دي والسنة اللي فاتت هنا استشعر الحرج اللي كان لازم ان المهندس هاني ابو ريدا والكابتن عصام عفتاح يشعروا بيه والدنيا ما دقتش ما نزلش بس قال ان الايام دي ما فيش حكم الا السرب يا بس ما احنا كل شوية يطلع لنا حاجة كده نتحدث عن مبدأ ولا نتحدث عن توجه لانه ممكن يعمل ماتش كويس خلاص مش هي دي الفكرة مش هي دي الفكرة الفكرة ما تسيبش حد يتحجج ولا يتلكك ولا يشعر باي حاجة ولا يشعر بالقلق لحيط اي قرر انت بتاخده اذا كنت فعلا واقف على مسافة من الجميع يبقى لا ينبغي ان يشعر احد بالقلق طيب تواجد الحكم السربي كحكم رابع في عدد من مبارات الدور السعودي جلس السربي لمعاونة الحكم النرويجي سفاين موين في مباراة الفيصالي والاتفاق في اول نوفمبر من العام الماضي كان جلس ايضا على الخط في معاونة المجري فيكتور كاساي في مباراة الهلال والاتحاد في المباراة اللي وقيمت في 25 اكتوبر الماضي شارك جروجتش كحكم رابع في مباراة الفتح والتعاون في الاول من ديسمبر كان اخر مباراة حكم ساحة كان حكمها في مباراة الهلال والفيصالي في الجولة 23 في الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنقضي اذا تحاضر الكرة لم يستشعر الحرج والكابتن عصام عفتاح كان له هذا الاختيار ومن ثم انا اعتقد انه على الاتحاد ان يعد درسة جيدة احنا بنتكلم في مقاومات عدالة وبنتكلم في لجنة مسؤولة عن اقرار العدالة بين الكل ما تسيبش جمهور يشعر باي مشاعر سلبية لا هذا الجمهور ولا ذاكى المسؤول على طول روح للمنطقة الامنة الدنيا ما خلصتش وما دائتش لكن بهذا الشكل نعم يعني يتقل لك ان نكلمنا تمن التحدات والتسع التحدات ما حدش رد غير الاتحاد يعني مش القيس تعالي بقى نخش على بيراميز نفسه والاهلي وموقفهم وحظوظهم وانت حاسس بايه يعني قبل ما تبتدي تهاجمني في هذه المنطقة انت حاسس بايه انا حاسس بيه انا حاسس ان الاهل ان شاء الله هيعمل مباراة كبيرة جدا وبراميز هيعمل مباراة كويسة المباراة من حيث المستوى الفني هتبقى عالية طيب اتمنى ان ما يبقاش فيها توتر من خارج الخطوط طبعا بدون جمهور وهنا بدون جمهور عايز افتكر حاجة مهمة مشوهندس لانه كل ما الامر يتعلق بحاجة فيها فيها النادي الاهلي تجد مسؤولي نادي الزمالك يتكلمه على التكافق الفرص فيه خلاف على انه الاهل وبراميز والزمالك فرصان رهن مافيش خلاف لما الاهل وبراميز يلعبوا بدون جمهور ليه زمالك وبراميز يلعبوا بجمهور مش ده السؤال المنطقي طبعا انت فرضت علي العب مع بيراميز بدون جمهور منطقيا وقرونا وعدلا وحقا انه زمالك وبراميز بدون جمهور اي حاجة غير كده هتبقى لمؤاخذة طبيخ ما فيهاش لا تكافؤ فرص ولا حفظ حقوق لكل الاطراف انت لعبت اهل وبيرامدز انت عندك 3 اطراف متنفسة فرط حرمت بيرامدز من جمهور وعنده جمهور حتى لو كنت تسمح له 3000 عنده 3000 مشجع دلوقت لكن حرمت بيرامدز وحرمت الاهل من حضور اي مشجع ليهم شي كويس اوكي مفهوم بس في نفس الوقت الطرف التالت لما يلعب مع بيرامدز يجب ان يلعب في نفس الظروف ولا ايه يعني هقولك ايه ما هي كده ما هم عملين يتكلموا مثلا اه 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 علاماتش الاسماعيلي والاهل اه اه مثلا ايه طب ما تتكلموا برضا يقولك ان روحت الاسماعيلية انت لازم انت تروح الاسماعيلية طب وانا ما قلتش لا صحيح ودين اسماعيلية مين اللي بيقول الحاج عامل قال ايه قال ملعب الاسماعيلي معروش حظ خلاص الاهل اختار ملعبه هنا اسماعي الاختار ملعبه هنا الامن قال على المطش ده في الملعب ده لا لو الامن قال كان الاهل راح المباراة بكرة الساعة ستة في الدفاع الجوي هي مؤجلة من الاسبوع الثامن اه التاريخ يعني لو عايز تتكلم على بيرامدز كبيرامدز فهي المباراة الاولى بيرامدز كأسيوتي او امتداد لتجربة الأسيوتي في الدوري لكن في لقاءات سابقة تحت مسمى الأسيوتي بين الأسيوتي والآله كان فيه اربع مباريات في الدوري ومباراة في كاس مصر في الدوري الآله فاس ثلاث مرات خمسة سفر يوم 14 إبريل 2015 كان سجلهم مؤمن زكريا هدفين وسجل هدف وليد صلاح وليد صلاح الدين سعيد سعيده وعبدالله السعيد ووليد سليمان وواحد سفر يوم 6 ديسمبر سجلوا عبدالله السعيد وواحد سفر يوم 16 فبراير سجلوا وليد سليمان من ضربة جزاء التعادل كان مرة واحدة والأسيوتي فاز على الأهلي في كاس مصر في 30 إبريل 2018 هو أنا بس عادي أقول حاجة يا سيد أبراه موضوع إن إحنا نربط بين الأسيوتي وفيراميد ماهوش وقعي خلاص إنسى بقى الأسيوتي خالص لأن لا يوجد في الملعب أحد من الفريق الأسيوتي لا الإدارة ولا اللعيبة ولا الجهاز ولا الإسم كله جديد في جديد فخلاص هو خد ترخيص مجلة عمل مجلة جديدة عمل نسخة جديدة خد مقعد الأسيوتي في الدوري في الدوري وعمل نادي جديد يبقى إذن يقيم كفيراميد من اللحظة الأولى يقيم كفيراميد مش امتداد للأسيوتي لا فما ينفعش يقول أنا قابلت الفرقة دي بس بإسم تاني أنت ما قابلتش الفرقة دي وما كانش المناخ كده ولا ظروف كده ولا التواجه كده ولا المستوى كده لكن بيراميدز عمل مطشات كويسة بيراميدز بيدي لك ومضات كده فنية لبعض النجوم يعني لمعوا جدا في الدوري المصري وبقال لهم يعني متابعة عالية زي كينو 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 كون الناس يقول لك كينو أصبح كينو ده بطل من أبطال الكرة في الدوري المصري يعني فالباقي لعبها يعني مصريين تعلقوا في قانديتهم وتعامل منهم توليف المتش أرجو أن يكون لأن لعب بيراميدز هو لعب مفتوح ويستطيع النادي الأهلي مع الفرق اللي بتلعب كورة أنه يلعب كورة يعني الفرق اللي بتلعب كورة ومش بتتكدس ومش بتلعب وإن كان فكر الكابتن حسام قد يطغى نشوف نفس الإسلوب الحسام الدفاعي والهجمة المرتدة وهم فيدي عندهم مقاومات لكن أيضا يقابلها أهلي شبه جديد إيوه إحنا مش عارفين التشكيل حيكون مين كم عنصر من العناصر الجديدة حيكون موجود كم عنصر من العناصر تقلقت حيستمر في التشكيل وعليه فإن إحنا كلنا ترقب طواقين إحنا نشوف التجربة وزي ما قلتلك في البداية لا يتوقع أنه بصمة الراجل يظهر منها الكتير من الأسهار بسرعة آه يعني لا 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 يفعش عن المتلك لا 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 العملية أن الناس قاعدة عشان تقيم بالعكس أنا أتوقع أنه الاستعالة بالجدد هيبق في نطاق محدود شوية وإن كان ممكن الفكر يبان التوجه يبان ممكن لو هو هيتحمل المسئولية كاملة في هذه المباراة ما هو ممكن يقول لك أنا أتفرق لا لا هو شغال بيده خلاص آه خلاص يعني أعلن تحمل وإذا هيتحمل جزء كبير من فكره بكر طيب حاليا على الوضع الحالي برامتز في المركز الثاني عنده 30 نقطة من 15 مباراة 30 نقطة من 15 مباراة الآل في المركز السادس عند 24 نقطة بس من 12 مباراة يعني في 3 مباراة بين الفرقتين 3 مباراة بتسع نقاط الفوز الآل بيوم يخليه يعد برامتز ب3 أو 4 نقاط كمان بإذن الله ده الوضع الحالي للفرقتين برامتز 30 نقطة من 15 مباراة الآل 24 نقطة من 12 مباراة تقريبا المعدل واحد المعدل واحد يعني 15 نقطة 30 نقطة بواقع مثلا معدل نقطتين من كل مباراة الآل 24 نقطة من 12 مباراة بمعدل نقطتين من كل مباراة نفس المعدل ماهوش معدل عالي بالنسبة البطل دوري طبعا لكن هو اللي ضغط على الدوري والفريتين دول نتائجي لزمالك زمالك بيكسب حللت ان في عشر نقاط لكن خلاص مكتوبين في الجدول ما ننظرش يعني خلاص هم موجودين دي اللي عامل لو الزمالك ماشي في المنطقية بتاعت النديين دول هتشوف دوري مولع وهو الدوري السندي مولع خلي بالك يعني لان كل الفرق كل الفرق بتكسب ماتشين او تلاتة تبص تلاقي مركزها وموقعها تغير تماما يعني الآن لي عنده 18 هدف وعليه 9 يعني النص بيرامد السجل 25 هدف وعليه 13 يعني برضو النص تقريبا معدلات متقربة بين الاتنين ماشي ماندس هي متقربة تماما مش تقريبا يعني المعدلات فيما له وما عليه وعدد النقاط وقيمته إذن هي مباراة للمتعة والفرجة وكل الأمل بإذن الله تعالى أنه التحاد الكورة ولجنة الحكام فيه تعد درس من أهمية توفير مقاومات العدالة بين الكل نتمنى لأنه الحاصل في النظرة لحصاد التحكيم فيما مضى من موسم أعتقد رصيده سلبي جدا فيما يخص ظروف العدالة بين الأندية وبالذات ما حدث مع الناد الآلي وما حدث مع الزمالك ولما قلنا قلنا يا جماعة وفروا مناخ تحكيمي عادل ده مباراة النجوم فيه لعيب الضرب بالشلوت في السيكسيار ده ما خدش ضربة جزاء يعني في كل المتشاط هتجد اللي هو تعاقب فيها الأستاذ محمد الطويلة علشان الرجل المفجر يعني مش ممكن حقيقة حسب عليه ضربة جزاء وتم تجاوض ضربتين جزاء ولا أوضح ولا أوضح ليه ليه كده يعني أنا شفاهم حقيقي ومش مستوع بالإنسان يقدر يغلط الأخطاء دي وعادي جدا ويمارس حياته بالسجولة دي طيب مرت الله صارتي لسه ما بدأش لسه ما قالش بسم الله ومع هذا طالته نيران الفابركة بكلام غريب وكلام عجيب بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد مرت مرت الله صارتي مدرب أورجوياني بيبدأ عمل جديد مع الناد الآلي تجربة هي الأولى لمدرب لاتيني من أمريكا اللاتينية يقود فيها كرة القدم في الآلي بتسبقه طموحات كبيرة جدا ده أول نزول له لملعب التيتشو أول مران له وأول لقاء ليه مع اللعبة والناس كلها عندها انطبعات أنه رجل مطور رجل مجدد لأنه حتى في كل اللي بيعمله مع اللعبة لا حريص على أنه يتعامل مع الفكر نفسه فنأمل بإذن الله تعالى أنه بصمته وتأثيره يبان بس أرجوكو ما حدش يستعجل هذا لا يملك عصموس لهو ولا غيره الناس ما تعتقدش أنه في حد مرة واحدة هيخلي الأداء مختلف تماما مرة واحدة هيغير الطريقة والأسلوب والشكل لا باستمرار هتلاقوا كل مباراة زي ما هو قال حتى في المؤتمر اللي تم تقديمه فيه أنه هيبقى حريص على أنه باستمرار يطور ويغير لغاية فترة معينة إن شاء الله تكون قريبة يكتمل الشكل الجديد بالكامل يا بشمانس كل شيء جديد لازم نستنى ولازم نترقب ولازم نشوف ولكن مؤكد أن الطعم اللاتيني للكرة اللاتينية هو بيناسب المزاج المصري أنا زي زي كل الملايين مستني وعندي فضول شديد جدا أشوف أول أربع خمس مطشط له هتقدر تتفرج ما أنا بتتفرج في الآخر يعني إن كانش على الهواء شوف الإعانة لكن بتتفرج في الآخر أنت بتحب الطبيق البقية أي مش بتاعة السخنة لا لا طيب لكن قبل من الراجل يشتغل ويدوب نزل للملعب وبدأت عصفة الفابركة تغزو بقى المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا وحتى صفحات الجرائد والبرامج هقول لكم مثلا لأنه الناس ما اعتقدش إن حد بيتكلم مع الخواجة بشكل مباشر وما فيش حاجة بتطلع رسمية من الجهاز تقول الراجل قال إيه ومع هذا كل يوم الراجل بيقول وكتير من الخواجات بالمناسبة بيبقى أكتر حاجة بيلحظوها هم بيشتغلوا هنا إنه كل يوم له كلام في الجرائد وفي المواقع في حينه ما بيتكلمش والناس بتستسهل إنه تنسل الكلام للسانه معلش هو بيفكر وإحنا من قراء الفكر الأفكار طبعا غزاة الأدمغة وفك نفسه ما متكلمش مش هنعرف طيب حنلاقي مثلا خدوا النوعية ديت يشكو من كثرة اللعبين ومن ملعب التيتش متحفز على أكرامي ووليد أزارو فتنة الشناوي وإكرامي أزارو يبدأ حالة التمرد عصيان في الأهلي تفرج دي كلها نوعية عنوين كتيرة رايحة في سكة الهدم والتكسير الهدم والتكسير دي معاول لازم أن ننتبه ليها ولازم من العرب كده نكشفها ونفضحها لأنه ده عمل مفهوش أي نوع من المسئولية ولا الأمانة لما أجي أقول ولا الضمير إنه في فتنة وفي مشاكل وفي إسارة وفي تمرد وفي عصيان بصوا كل الكلمات ديت والعنوين على فريق مع مدرب محدش لسه قاله زيك محدش من الزمل قابله محدش التقى بيه محدش شافه ومع هذا خده بقى من هذه النوعيات يشكو من أرضية ملعب التيتش يشكو من زيادة عدد لعيبة الأهلي فتنة الشناوي وإكرامي تشتعل وأزاره يبدأ مرحلة التمرد وعصيان في الأهلي وبعد كده المصر اليوم الأهلي يدرس التعاقد مع العجوز تحسبا لفشل مفاوضات حمد فتحي ولصارتي يتحفظ على إكرامي وأزاره والوافد تقولك لصارتي يظهر العين الحمراء للعيب الأهلي الإيرجوياني غاضب من أخطاء الدفاع والبط ويرفض المجاملات وكأن حد الطلب منه يجامل والوطن قالت الأزمات تحاصر لصارتي قبل مواجهة بيرامد معرفش إيه الأزمات يعني مدرب يضاف لقيمته أربع خمس ستة عناصر جداد متحيين اشتغل الناس كلها عندها رغبة في أنها تاخد فرص في المشاركة شايف فيه منافسة داخلية بين عدد كبير من اللعيبة لكن يبقى الكلام إزاي أصدر طاقة سلبية إزاي أقدر أخلق مناخ سلبي حوالين الفريق إزاي أهز ثقة اللعيبة في نفسها وثقة جمهورها فيها لأنه هي في الأساس من البداية محاولات هذه المسألة اللي جاية من ثلاث أربع روافد وهيجي وقت هنقول لكم كل رافد تضرب في العمق في الأهلي كل واحد جاي منين مصدر أو منصة السواريخ بتاعته طالع منين بالضبط تحديد أنا باش مونز وراح كله الهدف واحد مفيش غير الأهلي يعني أنت لما تجد كمية السلبيات كلها متجمعة محطوطة للأهلي مفيش حد في الدور المصري بيحظى بكل هذه المتابعة واختلاق السلبيات بهذا الأمر يبقى دي ظاهرة مش طبيعية ولا يمكن تكون منزهة عن الهوى وخطورتها أن الدار بدلوقتي بقي جيلك بعد ما كان بيجي من بره بس لكن جبهتك الداخلية متماسكة لحد وقت قريب جدا حتى اللي كان بيسموهم المعارضة ديتها رفع قضية لكن ما حدش يقعد متربص يشوشر على المجلس لكن دلوقتي أما يبقى فيه كيان موجود له مهام ورواتب عشان يطلع رواتب أنت تعلم وأنا أعلم أي ورواتب مزالة رواتب تصرف للضرب في الأهلي للضرب في الأهلي بمنهجية محددة يعني يبقى الشكل الهجوم واخد موضوع معين يحوله إلى حقيقة تتزامن مع تخبطات المنافس أو المنافسين بتوعج مع بعض الناس اللي بتصدق الكلام ده وهي غاضبة شأنها شأن أي حاجة غاضبة على كل شيء بتعملك نوع من أنواع الحقيقة الدوشة دم تكون أنت راجل متفوق وبتذاكر بس فيه ناس عملة تشوشر عليك وتغني وتعمل وانت مصر تتفوق ومصر تحط صبعك في ودانك ومصر تحط تجيب قطن وتحطه ويقطعو لك النور تذاكر ده على لام بتجاز لأنك انت متفوق هي المشكلة مش في الأدوات اللي حواليك بساعد بس التفوق داخلك انت فهم مش هيقدروا يوصلوا لأغراضهم مع النادي الأهلي أبدا وأوراق التوت يا أستاذ وريمت تتساقط وانت هتكشف بعضها دلوقتي يعني طيب برضو الوفد قالت يتواجد المهندس عدل القيعي مستشار التعاقدات حاليا خارج مصر هو بر مصر هيغادر للإمارات خلال ساعات من أجل عقد جلسة مع يعني هو بر مصر ولا هيغادر أنا مش عاد حال للقياة ده محيارنا هم مؤكد قدر طبعا يعني قدر منك قدر مني طبعا قدر منك بيك الحمد لله على السلام الله يسلم طيب هذا الأسبوع أيضا ومع نهايات 2018 أجرية أوراق الدوري أبطال أفريق ودي كانت مسألة مهمة وأنا بقول لكم دي من الملفات زيادة الاتصال لأنه هنناقش أو هنعلق كتير من الحاجات اللي كمنا بنوضع فيها 2018 بتمهد لـ 2019 تصدقوا حتى أوراق أفريقيا أنا مش عارف الناس دي والله بجد يعني الأوراق معمولة علني سيد إبراهيم واللي سحب الأوراق الكابتن حزم إمان وعلى رؤوس الأشهاد ونتاج عملية التصنيف يعني اتقال يا جماعة الأوراق بتمشي في الاتحاد الأفريقي من خلال مستويات حسب النتائج في الخمس سنين الأخيرة كل ندب ياخد نقط مازين بي رقم واحد في تصنيف السنوات الخمس الأخيرة الآن رقم اتنين فبالتالي أنت عامل تصنيف أربع مستويات كل مستوى في أربع فرق من كل فرق هتعمل بينها أوراق عشان تودي فرق من ذات المستوى إلى كل مجموعة المسألة واضحة وشفافة جدا يوم الأهلي يقع في هذه المجموعة تسمع بقى لأمتى حظوظ الأهلي هتبقى بقى الشكل ده دي أوراق لا يمكن تكون بالشكل ده الاتحاد الأفريقي بيوجه الأوراق طب أنا عايز حد بس يقوله بجملة ويفصرها لي لأنه الاتحاد عمل تصنيف عندكوا اعتراض على التصنيف التصنيف شفاف بحيث أن دي نقط على الخمس سنوات الأخيرة باش ماندس حد عنده اعتراض اه ايه بقى الزمالك بطل القرن فإزاي ما يتحطش في دور الأبطال اللي هو القرن السبعتاشر يعني هم حاج يقولك ليه أنا مش أقضي أن أنا أقول يعني إفه يعني إنما الزمالك بنفس المعيير جمع نقط والأهل بنفس المعيير جمع نقط ومازنبي بنفس المعيير جمع نقط جعلته أول رغم أن الآهل وصل اثنين في الآخر فإنت معيير تتحطت وصلت لكل واحد كده وتبتدي بناء على هذه النقط تتحط مستوى أول وتاني وتالت ورابع وهو باستمرار أنت هتطعم في أي حاجة الأهل فيها هم الأخوة البعدة لأنه السنة اللي فاتت الأهل محتوط في مجموعة ضعيفة طيب النتيجة أنه الترجي كان معاه لعبه فينال هي دي كده ضعيفة وقبل كده أكم من مرة الفريتير اللي بيقف مجموعة بتطلع معاك لنفس الدور يعني أيه معيير القوية الضعيفة يعني أيه المعيير يعني يعني ناس كلها تجاوز تدور الثلاثين تبقى ضعيفة ضعيفة فيه دا اللي بيخرج منهم ضرب نار هناك في الكنفدرالية دا بينافس وكتير لما بيتوج بطل الكنفدرالية اللي راجع من دور الأبطاء لكن ما علينا هو الهدف بالسمرار محاولة التشويه والتشويش على أي حاجة فيها الأهل الزميل أحمد أسامة استفزته كمان هذه التشكيكات العجيبة الغريبة اللي بقت الحقيقة فعلا مسار سخرية فبعت قذايف أسامة هذه الفيديوهات ردا على كل ما يتعلق بقرعة الأهلي في دور المجموعات طيب هشمنتس هو أحمد أسامة عايز يقول شوفوا كام مرة الأهلي وقع في مجموعة أهلت الفريق اللي معاه كمان انه ما يلعبوا في الأدوار النهائية وأنا أعتقد ده الرد المنطقي لأنه فعلا المسألة أنه يبقى عندك باستمرار أنت هتشكك في أي حاجة فيها الأهلي حتى الرجل لما تكلم قال لك اللوب اللي موجود داخل الاتحاد الأفريقي طب هو يعني أنا عايز أعرف مين نفس المجموعة اللي اتغيرت عشر مرات لسه يتكلموا على أن الاتحاد الأفريقي فيه الكابتن الوحش عليه رحمة الله وفيه الكابتن عبدو صلاح الكابتن شط رغم أنه ميش من فترة فيه المهندس مصطفى مرات فهمي رغم أن الرجل بتاعد من فترة وهكذا يعني اللي فيه دلوقت مين عمر مرات فهمي عمر مصطفى فهمي سكرتير عام شايفين أنتوا المسؤولين عن إجراء الأرعة عن اللجنة الإعلامية عن الإدارة الفنية عن كل المسائل ناس غالبيتهم مش مصريين حد ومع هذا مزال الاتهام المعلب الجاهز الأهل والاتحاد الأفريقي طب هو الزمالك والأهلي أو الزمالك كمان كطرف ترتيبه ايه هو مع الأهلي في لقاءاتهم في دور المجموعات نشوف ومسا قبل ما تقول الترتيب عايزة أقول ملاحظة العديد من المرات يقع الزمالك مع الأهلي في مجموعته الضعيفة تعرف أنه ما من مرة الزمالك يقع مع الأهلي في مجموعة إلا والزمالك كان وشه حلو على الأهلي من خلال المجموعة الأهلي يكمل واخد ربطولة في كل مرة لما هالمجموعة ضعيفة الزمالك ما أقصش الأهلي أو ما دخلش مع الأهلي ولعب نهائي كعادة الفرع التانية الأربعة على حسن الضعيف بس أنا عايز تعرف كم مرتين ولا ثلاثة نشوف طب أحمد أسان وده كلام أما بقول لك يعني يرتد الرمح إلى النحر أو للصد يعني بترميه بيجي فيك لأنك أنت مش وقت بالك أن الزمالك كان بيلعب وكان موجود مع الأهلي في مجموعة الضعيفة ولا يستطيع أن نتأهل لا ده كمان فيه الأمر الأكثر من هذا أن الزمالك فيه كثير من الأحيان أصلاً مش موجود في المسابعة الضعيفة اللي هي بتاعت دور الأبطال فأنت إزاي بتلطش من غير ما تحس كده وتعتمد على أن ما حدش واخد باله فلما يجي ناس واخد بالها تقوم يعني أي ناس ده مالك من هذه المجموعات الضعيفة بس سؤال كده لماذا لا يتعلم حتى في المجموعات الضعيفة ده السؤال لكن كمان هي مجموعة الأهلي صعبة أو مجموعة الأهلي سهلة ومجموعة الإسماعيلي صعبة نشوف تحليل أحمد وسهل المشكلة حتى عند كل الناس اللي كتبت على القرع واللي صدرت للإسماعيلي أنه وقع في مجموعة الموت واللي استهانت بتشكيك في مجموعة الأهلي مش واخدين بالهم أو مش عايزين ياخدوا بالهم أن دي بنان على التصنيف هو أنت عايز الأهلي يقع مع مازين بإزاي عايز الأهلي يقع مع الترج إزاي ما هو البعيد لو باصص على التصنيف المساة هو رجع تضارك وقالك يعني لكن عايز أقول حاجة أنا رأي أنا الإسماعيلي عنده موراق قوية جدا والباقي في متناوله يعني لو الإسماعيلي رجع للمستوى اللي احنا عارفينه بتاعه وهو شوف أدى زي أمام المقاولون أدى يعني عمل ورجع و يعني عنده عنده لسه يعني بس حد يشعل الجزوة زي ما بقوله لكن المباراة اللي هتبقى صعبة عليه هي مازنبي وهي هتكون في أي مجموعة نفس القصة لأن حيصادف الترج كاتت هتبقى صعبة سيبك من الأهلي عشان يعني ما نقولش الأهلي لكن الفرق في التصنيف الأول هي فرق صعبة لكن الفرقتين التانيين أنا أتصور بإذن الله الإسماعيلي يستطيع تجوازهم وإذا نجح في خطف مباراة من مباراة مازنبي ده عنده فرصة أن نتصدر كمان للمجموعة طيب صدرته للإسماعيلي معنى أنه الأهل تجامل وأن الإسماعيلي تظلم بالجهل الشديد اللي بيتم بيتناول المجموعات لكن هو الكلام على أنه شبيبة السورة الجزائري ده ضعيف جبتوها منين والكلام على أنه الزمالك هيلاعب اتحاد تانجا المغرب القوي جبتوها منين ده المفاجأة الكبيرة قوي اللي انتو مش فاهمينها ومش واخدين بالكم منها في الفيديو اللي جاي ده حرية كونكري اتقال كلام وعشان يغيروا القرع ويبعدوا وفاق ستيف من سكة الأهل والمؤمرة والتلاعب فيلاعب حرية كونكري ويتجاوز حرية كونكري عشان يواجه وفاق ستيف أي يعني إذا ما يكونوا بشلولوا الفرقة بره البطولة ويتجاوزها عشان يلعب في النهائي فعلا ما بيخدوش بلهم غير أنه هما يتكلموا على الأهل مشغولين جدا 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 بالأهل والأهل فقط رغم أن عندهم نادي يعني بيؤدي موسم مختلف عن بقية الموسم التانية استطيع أن يركزوا معاه ويستمتعوا به لكن ما زال الأهل هو الهاجس اللي مش ميخليهم يقدروا فكاروا في حاجة تانية أنا ما قدرش أتخيل يعني إحنا وإحنا عاديين هنا إحنا ما لناش دعم اللي بيحصل في الزمالك بالضبط خالص بالضبط خالص ولا نذكر كلمة الزمالك إلا في مجالات زي دي إنها في مقارنات أو في معلومة غلط أو في معلومة تمس الأهلي تمس الأهلي وعيدة الصوب فقط لكن عمر الله يساق عمر مين عمر أنا مش عارف إيه إيه فيه حلو كده طب عمر وقعك مع حريك نكري التي أقصاه الثورة الجزائري الذي هو التحدي طنجة الذي أقصاه الثورة الجزائري اللي انت شايفه ضعيف اللي انت شايفه ضعيف يعني وشايف إن يعني طنجة يا جماعة وحيدوا المعايير طي أو ذكروا هجومكم يعني يعني هي هي النقطة أنا موافع على اتهام إيه رأيكم أهو بس الديني منطق الديني أمارة الديني حاجة تبرر بيها اللي انت بتقوله انت بتقوله إنه الاتحاد الأفريقي جامل لالي تعال أقول الاتحاد الأفريقي جامل لالي لأنه حطوا في التصنيف الأول وهو ما يستحقش الاهلي ما عندوش 68 نقطة اللي عندو لأنه نتائجه في آخر خمس سنين ما هيش زي ما هم بيقولوا قول كده قول لي رقب قول لي دليل قول لي برهان لكن الكلام على أنتو تصدروا للجمهور كل الكلام اللي حتى الشباب الصغير بيكرروا ثقافة المظلومية بالضبط انت على أي أساس بتيجي تقول الاتحاد الأفريقي حطوا قدام الزمالك الفريق القوي لكنه الزمالك بكل صدق نتمنى للزمالك أنه ينجح في الكنفدرالية ونتمنى للإسماعيل أنه ينجح معنا في دورة الأبطال وإن شاء الله يوصل يكون حتى الفاينال مصري بإذن الله ده مؤكد يعني بكل صدق لكن فكرة أنت انتحاد الأفريقي جامل للاه عشان خطوا قدام الزمالك فرقة ضعيفة فتجد المنطق أي حد صغير يقف عنده ده الفرقة اللي انت بتهمني أنت ضعيفة وتحطت معايا مجملة شبيبة السورة الجزائري أضعف فرقة في المجموعة بتاعتي هي التصنيف الرابع هي اللي خرجت الفريق اللي انت هتهاب له اللي انت بتتكلم على أن ده مواجهة خطرة جدا هو ده اللي مخرج ده يعني انت خدت الفريق المغلوب وأنا خدت الفريق الغالب واخدلك طب أصبح الأمر منين التحاد تانجا انتقل للكوم فدرالية لأنه ودع دور الأبطال على إيد شباب شبيبة السورة الجزائري اثنين صفر واحد صفر مين الضعيف ومين القوي بس هو كلام لكن فكرة الاتحاد جامل الآن يا عم موافق قول بس قول لي بأمرت ايه الديني أمارة تقول بيها اللي انت بتكرر اللي بانت تاريخية اللي خلت الاتحاد الأفريقيا عشان فيه كبتر الوحش عليه رحمة الله بيجامل الآن الكلام ده بيتقال عشان فيه ناس بتحب تسمعه بس لكن هم يعني ما هو شايف القرعة وشايفها تمت ازاي وشايف معاييرها من الأول اللي من 15 سنة مازالوا يتكلموا تحطت عشان الأهلي عارفين ان الأهلي هستفيد منها لماذا الحياة ليه وبقت الفرق ما تستفيدش منها ليه يعني ايه اللي بيميز الأهلي ان يستطيع يستفيد من معايير مجهولة بقت معلومة لكن هو نفسه مسيرته مجهولة تبقى لهذه المعايير انت كنت عارف الأهلي هيعمل ايه عشان يستفيد من المعايير ولا ما يستفيدش يعني شيء غريب جدا نفس فكر اللي بقاله 15 سنة الناس بتعمله غرعة ضعيفة عشان يظلموه في الفاينال عشان العرجون يطيح بيه مرة ولم بيتي مرة ومش عارف مين الأخيرة يعني ده كلام يعني بتقولول مين ده الأهل مفروض دلوقتي يبقى تمن بطولات تمن بطولات ورغم هذا يعني مش عايشين على ان احنا نعيط عليهم يعني لان مستورين والحمد لله ولسه عن سطر اكتر بإذن الله ان شاء الله انا انا مش فاهم الناس يعني مشغولة بجزئية الاهل ليه الزمالك نادي له طموحات وله جمهور وله مكانته وله وضعيته وعنده بطولاته وعنده صفقات بتاعه اتكلمنا احنا مالنا حد تتكلم على كده حد قلل في شأن احنا بنتكلم لما بنتكلم على التحكيم بنتكلم على ما يمس الاهلي لانه دول اطراف متنفسة خد حقك وانا خد حقي لكن فكرة ان انت طول الوقت اصلوا الاهلي لانه الاهلي علشان الاهلي عملوا للاهلي سووا للاهلي كلام فعلا يدايق واللي يدايق منه اكتر ان انتوا تلاقوا مع كل هذا اللي بيحصل 2018 بتنتهي ومكانة الاهلي القرية والعالمية في المستوى اللي يفخر به جمهور الاهلي بعد الفصل احنا بكم مرة اخرى ولكن اصد ابراهيم على المستوى الشخصي لازم في يعني نهاية او بداية 2019 ونهاية 2018 يعني انعي واعز الكابتن حسن حمدي بشكل خاص والنادي الاهلي واعضاؤه ونفسي بشكل عام وجمهور الكرة المصرية الاهلوية في وفاة واحد محدش توقف امامه كثيرا اللي انه كان حارس مرمى نابح في الستنات في الجيل بتاع الكابتن مصطفى عبدالله المرحوم مصطفى عبدالغالي عبدالغالي لكن مرحوم مصطفى عبدالله حارس المرمى للنادي الاهلي وقتها بس طبعا كان قدامه عتولة عبدالجليل وعبدالهكل ومروان وبعد كده والروبي جيل لكن مصطفى عبدالله كان هو بن خالة الكابتن حسن حمدي بالضبط عشان كده بقولك نعزي الكابتن حسن حمدي وننعي الكابتن مصطفى عبدالله وننعي الكابتن مصطفى عبدالله اللي كان دمه خفيف جدا في غلابنا مرة من الزمالك كنا متقدمين واحد صفر تحت 21 سنة وفي خمس دقايق جابوا فينا جولين ومصطفى عبدالغالي ده يعلج ست سبعة تجوان فكابتن همامي ما كانش بيعاتب كان بيدرب فرح رايح لمصطفى عبدالله فمصطفى قابله أحس بالموضوع قال له كابتن الشمس جات في عيني أصل الكرة كانت أوبر قال له ركيب لك تان ده ورح مديله بوكس رح مصطفى عبدالغالي عامل نفسه متأثر وقعد في الأرض إن جاله سرع رح جايب كورسي وقعد جنبه وقال له أنا حسنك لما تفوق هو يعني أنا بقول طرفة وأنا بنعي واحد صديق عزيز علي لأنه كان دمه خفيف جدا وكان مجلسه كله بهجة شوف مصطفى عبدالله عليه رحمة الله أنا تعملت معاه وهو كصحفي لأنه أما كان من رسلنا في طالب ميسك مكتب الأعرام في روما وسافرت تعملت معاه في دورة ألعاب البحر المتوسط في باري 97 فطوال فترة الدورة أشهد يعني كان بالنسباله الوفد المصري على الرحب والسع بزل كل مجهوده لإراحة البعثة المصرية ومن ساعتها من 97 وتحول إلى حد صديق عزيز جدا ولما كان بيكتب مقالة أسبوعية في المصر اليوم كان بيبقى حريص باستمرار أنه من آن اللي آخر يعرف رأيي فيه وعمل تجربة هايلة طبعا كإداري وكمسؤول في فريق الجونة حط إيده على تجربة احترافية جيدة جدا مع مجلس دارة الجونة وفضل حتى بعد ما ساب مكتب الأهرام في روما وأقام في مصر دائم على الاتصال بالنادي الأهلي والاطمئنان على الأهلي ومتفاعل حتى كان دائما مع كل ما يخص الأهلاوي طبعا جميل ورحمة الله عليه رحمة الله على الكابتن مصطفى عبدالله لكنه كمان حتى 2018 أبى أن يرحل دون أن يرحل معه عدد من نجوم الكرة اللي حنوقف عندهم بعد قليل لكن قلتلكوا قبل الفاصل أنه 2018 بينتهي والأهلي في القمة على قمة الهرم الكروي المصري والأفريقي وأيضا في مكانته العالمية المستحقة وإن كان كل الأمل بإذن الله أن يقطع شوطن أفضل لمزحمة مين الناس بتتكلم على القرع وعلى معربش إيه والأهلي في حتة تانية خالص الأهلي باصص على إزاي اللي بيسبقه ريال مدريد يعني إحنا بنتكلم على التصنيف العالمي في منطقة تانية خالص دور أبطال أفريقيا مع تعديلات الكاف في مسابقة الاتحاد أو مسابقات الأندية في دور الأبطال القاعدة السابتة اللي أتمنى أن كل واحد بيمدغ اللبانة التاريخية إياها يبقى عارف الدنيا ماشي أزاي أنه يبقى عارف أنه في دور الأبطال البطل بياخد خمس نقط الوصيف بياخد أربع نقط الخاسر في نصف النهائي بياخد ثلاث نقط اللي بيخرج في دور التمانية بياخد نقط تين واللي بيخرج من دور المجموعات بياخد نقط دي المصطرة في الكاس الاتحاد الأفريقي أو الكون فدرالية البطل بياخد أربعة الوصيف بياخد تلاتة الخاسر في نصف النهائي بياخد اتنين والخاسر في دور التمانية بياخد نقط كاس السوبر ليه نقطة واحدة كاس العالم للأندية عبور كل جولة الفريق بياخد نقطتين الاتحاد الأفريقي عنده تصنيفين فيه تصنيف تاريخي تراكمي من بداية البطولات فيه 64 من بداية البطولات الأفريقية لغاية النهاردة ده الجدول اللي حتشوفوه حضراتكو هذا التصنيف التاريخي التراكمي حلاء الأهلي في الصدارة والحمد لله بمية وتسع نقاط ألاقي التراجي في المركز الثاني عنده 70 نقطة فبصوا الفارق المريح للأهلي عن الوصيف وألاقي مزنب الكنغولي عنده 69 نقطة التالت والنجم الساحل الرابع ب66 نقطة الزمالك الخامس ب59 نقطة أسك ميموزا السادس ب45 نقطة الشنطي كوتوكو الغاني 44 نقطة في المركز السابع التامن شبيبة القبائل الجزائري عنده 39 نقطة كانوني وند الكاميروني عنده 36 نقطة في المركز العاشر دول العشر الأوائل الإسماعيل عشان عنده لقب فبيحتل المركز الستاشر ب27 نقطة ده التصنيف التراكمي لأندية القرى من أول ما أفريقيا قالت يكورة بين الأندية في 64 هو بس كلمة صغيرة هو لو الألقاب بعدد البطولات الانتحاد الأفريقي يوجع دماغه ليه يبقى أن يعمل نقطة يعمل بها ايه هو عامل النقطة عشان كس خدها وخلاص هو كان رايح دماغه لكن هو التحاد الأفريقي شايف أن كل نادي على قدر مجهوده يستطيع أن يحقق مكانه وإذا مالك في المركز الخامس بما حصد من نقاط أي طيب التصنيف للأنبية من بداية القرن من بداية القرن العشرين اتعامل تصنيف مع نهاية القرن وده اللي مكمل معاكم يدينا ويدوكم طلط العمر اللي هيعيش منكم لنهاية القرن يبقى بإذن الله تعالى نأمل أنه يحتفل والأهلي نادل القرن بإذن الله تعالى وفقاً لهذا التصنيف في القرن الأهلي حتى الآن في الصدارة عامده 69 نقطة مازنب الكونغول التاني عنده 49 نقطة النجم الساحلي التونسي التالت عنده 47 نقطة الترجي التونسي الرابع عنده 43 نقطة انيينب النيجير الخامس عنده 26 نقطة الصفاقس التونسي الخامس عنده 24 والوداد المغربي عنده 23 والزمالك في المركز الثامن عنده 22 نقطة والتاسع الرجاء البيضاوي المغربي عنده 22 نقطة والهلال السودان العاشر بـ 21 نقطة هذا الحصاد لما جمعته الأندية ابتداء من 2001 شوفوا الزمالك شغل نفسه بحسابات القرن العشرين من أول ما بدأ يتكلم على أنه الأهلي مش نادر القرن وهو نادر القرن ما خدش لقب واحد ما خدش بأي كاس أفريقية فبالتالي تأخر ترتيبه بعد ما كان في نهاية القرن الماضي هو الثاني وراء الأهلي بحسابات القرن الجديد المستقلة اللي أنا قلت لحضراتكم عليها تأخر ترتيب الزمالك من الثاني وراء الأهلي إلى الثامن بـ 22 نقطة عنده 22 نقطة بينما الأهلي عنده 69 نقطة يعني أنت بتتكلم فيه أكتر من ثلاث أضعاف مازمبي طبعا تقدم بقى التاني 49 النجم الساحلي 47 الكرة التنسية بدأ لما كنا بنفخر أن الكرة المصرية عندها البطل والوصيف تراجع الزمالك للتامن بعد ما كان التاني يسوق ثلاث عندها تنسية النجم الساحلي والترجي ثلاث ورابع والصفاقس الخامس يعني الخامسة الأوائل فيهم ثلاثة توانسة يعيشك ده ترتيب أنديت القرة في نهاية القرن العشر الواحد أو بداية القرن الحادي والعشرين واللي حيكمل بالإضافة يعني كل نهاية موسم وانت مغمض ضيف وفقا لهذه النقاط ياخد بطل دور الأبطال ياخد خمس نقاط أنا رأيي يعني اللي بيحبوا الإحصائيات وبيحبوا الكلام الموسق احتفظوا بالثلاث وراءات دول بتاع الفقرة دي لأن كلها عبارة عن توصيق وأرقام وجدول طيب البطولات أرقام والأرقام بتعكس شعبية وحوق الرعاية انعكاس مباشر للاتنين عدد بطولاتك حجم شعبيتك حوق الرعاية على مستوى العالم لا اخناء ولا ابتزاز ولا مشاكل ده سوء عرضه طلب المعيار المعيار الأقوى حتى مش البطولات حجم شعبيتك حجم الشعبيتك انعكاس للبطولات ده موضوع طبعا بأسر أنا بقولش ان البطولات ما لاش تأثير بس أنا بقولك في الآخر أي واحد يجي يقولك عمل لي الإعلان في رمضان بعد على المسلسل الفلاني بيسموه البريميوم ده الوقت المميز ليه حجم المشاهدة وعدد الناس اللي قاعدين يتفرجوا بيقف في الزروة فأنت بتتكلم على برهد يعني ايه بالرأس عدد الذين يشاهدونك كام ولذلك أنا عايز أقول لجمهورنا هنا أخطر ما يمكن أنا كنت دايما أقول لكابتن صالح يا كابتن أهم لا يقيد لأهمية عنفوزنا بالبطولات تنمية عدد جماهيرنا ويمكن دي اللي جات وعملت فكرة الوسائل الإعلامية للنادي الأهلي وأهمها طبعا قناة أي عشان نرتبط بجماهيرنا ولا يبقى غير إن جماهيرنا يفهمه كواسي قوي إن كل كلمة سلبية بتتقال على الأهلي أو تاريخه بيستفيد منها المنافس بيستفيد منها جاره ها اللي ممكن يبقى هلاوي أو زي مركاوي الطفل الزغير بناء على كلام بيتقال جنبه ولذلك شغلنا الشاغل لازم نقدم الصورة الحقيقية الجميلة للنادي الأهلي ها لكل الأجيال القادمة في 2018 كان الأهلي في قيمته التسوقية على المحك وفقا لتدعيات كتيرة حضراتكم تابعتوها خلال 2018 سحبت شركة صلة السعودية عقد رعايتها للنادي الأهلي بعد ما كان رسع عليها العطاء وبعد ما كانت مرسة حقها في رعاية النادي الأهلي وأسنادت تعاقداتها لكن رأت الانسحاب مشكورة شكرا خرجت صلة من هذا التعاقد وظن البعض على فكرة الأهلي خاد هذه التجربة مرتين مرة بتنويه أن صلة تنسحب فتقدم إلى المشهد أكتر من حد مهتم جدا منها مؤسسات قوميزة الأخبار والأهرام قرر بتحالف يعملوا تحالف عشان ياخدوا العرض اللي أصبح غالي جدا وهم عارفين أنهم عشان ينفسوا أي شركة شركة رعاية لازم حلف قوي ماديا أي تاني مرة نفس الفكرة وأنا يعني بقدر ما انسحب صلة أربك المشهد لبعض الوقت وأدفع بالقلق إلى قلوبنا جميعا العالمين ببواطن أمور ما كانش الآن قوي لأنها عملت حاجة هي في مصرحة الآن أكدت على أن الرعاية هي قيمة تسويقية حقيقية بموضوعية واحترافية أن يتقدم أكثر من شركة عشان تخدها تقريبا بنفس الأرقام وإن زادت قليلا فمعنى كده أن الأهل زادت عشرين مليون يعني خدت عقد رعاية الأهل في اللقطة اللي كله فكرها اللي كلها حب وقيمة و واعتراف بقيمة الأهل تعرف الخمسمية وعشرين مليون جنيه في ثلاث سنين دول دول الرعاية ما فهمش بس التلفزيوني لأن في عود أخرى بتروج لها إنها البث والرعاية إحنا الرعاية منفصلة عن البث عن دول والبث بحق أرقام هيلة 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 لكن فيه كمان الأهل هنا بقى بيعمل بما إنك تحدثت عن الرعاية اسمح لي إن أنا فضل ولا يفتو أنت موجود بيدفع بوسائل جديدة بقنوات جديدة تستوعب بقاط إعلانية جديدة بتستوعب مجالات لضخة أموال جديدة فكرة فكرة الفكرة البسيطة اللي بتحقق أكتر من هدف فكرة تطوير أسوار النادي الأهلي وعمل شخصية موحدة لصور النادي الأهلي في جميع مقار النادي الأهلي عشان اللي من بعيد ده النادي الأهلي اتعامل كمية بنوهات أو اتعامل أو الدورز يعني كمية مساحات يمكن تأجيرها هتعمل على الأقل 20% طفرة من 20 ل30% في روع أنا في الدخل في الإيرادات بتاعت الرعاية لأن لما تطرح وخصوصا إن لو اتعمل على الأربع فروع هتعمل دخل هايل جدا جدا بعد كده أنا أتصور إن بقة الأهلي هتتضمن أصوار النادي الأهلي هتوصل للمليار بإذن الله في المرة الجاية ببساطة شديدة جدا إذن اقتصاديات الأهلي هي اللي هتعايش الأهلي وأهلا بأي مساندة خارجية لكن لازم أنت وقف على رجلك أصلا أصلا أنت اللي بتصرف على بيتك يجي لك بونس من هنا يجي لك هدية من هنا ده ما هو وضوع جانبي يعمل لك تطوير لكن أصلا الأساسيات بتاعتك لازم تبقى قادر على الإنفاق عليها عشان تبقى بواباتك بالشكل ده شوفوا الشكل اللي هيكون عليه بوابات النادي الأهلي في كل مقراته ونصر الشرق بقى بهذه الكيفية أمام البوابات أنا نفسي أغمض وفتح أشوف البوابة دي لقوا الدخول والخروج بالأبواب الإلكترونية حاجة حضرية النادي الأهلي ده لازم يدي النموذج اللي كل الناس شايف البرج وشايف اللي انت بتبنيه عشان تطور المبنى حاجة هتبقى شيك شياكة بإذن الله يعني ينتهي العمل سريعا فيه أتمنى إن أنا أشوف ده يعني سنة جاية أتمنى إن شاء الله إن شاء الله وفقا للخطة الإنشائية المعمولة بإذن الله يتم إنجاز كل المستهدف لكن زي ما بقول لكم كانت قيمة الأهلي التسوقية على المحك بعد انسحاب صلة اعتقد البعض إن الأهلي هيهتز شفتوا كلامات كتيرة جدا اتقالت شفتوا الناس قد إيه كانت بتربص منتظرة هذه الهزة لكن إذا بالأهلي يواصل قفزاته التسوقية العالية جدا صلة أو بريزنتيشن تعبر عن سعادتها الكبيرة جدا بالحصول على عقد رعاية النادي الأهلي في هذه اللقطة المهمة جدا للأستاذ محمد كامل ثم شركة الملابس بعد ما شركة سبورتال السعودية أيضا تنسحب من عقد رعاية ملابس النادي الأهلي فتدخل شركة عالمية كبيرة جدا سعيدة جدا بالتعاقد مع النادي الأهلي هي شركة أمبرو علشان تعمل عقد مهم جدا يرتدي الأهلي منتجات شركة أمبرو وعليها شعار الشركة بمقابل الأهلي بيحصل على منتجات رياضية لقطاع الكورة عقب توقيع العقد ما قيمته 125 ألف دولار لسعر الجملة وتفصيلات كثيرة جدا بعوائد تعود حتى على عضو الجمعية الأممية أنه له الحق في شراء منتجات هذه الشركة العالمية الكبيرة بتخفيض فكانت النتيجة أنك أنت مش بس نتيجة هذه الانسحابات في 2018 اتأخرت لا ده أنت قفزت كمان قفزة نوعية مهمة بمكاسب مهمة عشان اسم الأهلي ما هوش اسم يعني يمكن تجاهله الناس بتيجي مش بتجامل كل اللي بيحصل الأهلي ده ما قاعدوا يقول لك يا رب بتجامل ما فيش حد بيجامل الأهلي الأهلي يحصل على أقل من حقيقة قدره كمان يعني بشأن التنظيم تقدر توصل وده ماشي ماشيين فيه تقدر توصل إلى أرقام أحسن من كده بكتير يعني أيضا ينتهي 2018 بحكم قضائي مهم جدا الناس اللي اتكلمت كتير قوي في صفحات وفي جلسات وفي برامج وفي عرائض على اتهامات وشائعات كتيرة جدا لما طلع الحكم القضائي ده خدوه يدوب في سطرين إذا كانوا نشروه لكن كان حكمه مهم جدا لجنح أصر النيل تقضي أو بتؤكد براية الكابت محمود الخطيب وتغلق ملف تبرعات الأهلي ودي كانت في جلسة 15 ديسمبر 2018 محكمة جنح مستأنف أصر النيل بتأييد حكم البراءة ورفض الدعوة المدنية مع تبرى تأكيدا قضائيا مهم جدا وباتا في قيمة الناد الأهلي ونقاء مسئولية برضو نشكر الذي أقام الدعوة لأنه كان يعني أتاح الفرصة للتأكيد على الشفافات ونزاق مش النزاق الأهلي من الأساس هي كانت مسألة إجرائية يعني الطعن على الإجراءات إنما في كل الأحوال كل من أراد سوق بالنادي الأهلي خدم النادي الأهلي لأنه أظهر يعني الجوهر الحقيقي النادي لكن بما إنك تحدثت عن الحكم ده النادي الأهلي ده كمان المجلس ده ورس مشكلة كبيرة جدا الحكم القضائي بمديونية تقترب من مية وحاجة يعني مية حاجة واربعين مليون جنيه مية خمسة وثلاثين مية خمسة لا في حاجات تانية جنبها عشرين مش عارف إيه يعني تقترب من مية وتمانين يمكن في شوية حاجات كده وتم إعفاع النادي الأهلي أو الحكم لصالح النادي الأهلي تباعا وإسقاط المديونية وإسقاط المديونية وتنتهي أنك أنت القناة بتاعتك دي أنت وخدها سلكة مسلكة مع لهاش أي حاجة حكم كانت من الأحكام المهمة جدا جدا من خطوات العمل الكبيرة في المادي مش بس للعبء المادي ده للعبء الإداري والمعناوي وأنك أنت يعني أنت من ساعتها قدرت تنطلق بقى بكل قدراتك عشان تحقق هذه المدخلات كمان أبا 2018 إلا أن يعني يمر علينا وإحنا وضعين حجر الأساس وفتحين باب الاشتراك في تجمع الفرع النادي بالتجمع يعني طبعا لازم يذكر المجلس السابق أنه حصل صاحب الفكرة جاب الموافقات خد أرض فيها مشاكل المجلس ده يعني هذه الأرض وكان مشاكلها آه كانت مشاكل بتاعتها أنها مجرفة آه يعني كانت بالمنظر الفضيع ده لا يمكن كانت هتتكلف 150 مليون جنيه عشان تبتدي تعالج العيوب بتاعتها فنجح الأهل إيه في أنه في نفس المركز المكان تقريبا بس زحزحها خد أرض صالحة تماما 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 إنك تشرع فورا وخد الموافقات وابتدى طلع ترخيص المبانا هيبدأ يشتراك آه وفتحت باب الاشتراك وهناك إقبال إقبال هائل صحيح لأن التجمع الخامس كان يحتاج النادي الأهل فيه صحيح أيضا من الخطوات المهمة جدا في 2018 ذات الصلة مش ب2019 بمستقبل الأهل وقيمته إنه تمكن مجلس إدارة النادي الأهلي من دعوة الجمعية العمومية لوضع ليحة حصل عليها حوار مجتمعي نموذجي في لجان ورش عمل كتيرة في النادي الأهلي انتهت إلى إقرار نموذج لليحة نظام أساسي يشرب بها كل أهلاوي كانت نموذج الكل كتير من الأندية بعتوا ياخدوها للاقتداء بيها طرحها الأهلي في الجمعية العمومية للتصويت عليها وأقرتها الجمعية العمومية نشوف كلمة المستشار رئيس اللجنة القضائية وهو يعلن اكتمال الجمعية العمومية واعتماد دستور الأهلي وضع الدستور دي لحظة مهمة جدا من اللحظات المهمة مش لهذا المجلس في تاريخ النادي الأهلي المرحلة اللي جاية مشارة للنتاج اكرام أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي العريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن نكون بينكم اليوم لمتابعة تنفيذ إجراءات الجمعية العمومية الغير عادية لإكرار لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي وقد صار اليوم كأفضل ما يكون من حيث التنظيم والانضباط وروف التعاون التي شملت الجميع بدءا من السادة مسؤولية وموظف الشباب والرياضة والسادة موظف النادي والسادة عضاء الجمعية العمومية الذين شرفنا بوجودهم والشكر موصول أيضا للسادة عضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الذين شملونا بحسن الضيافة والاستقبال هذا وقد بلغ عدد الأعضاء الموقعين الحاضرين اليوم بخشوف الجمعية العمومية عدد 16138 عضوا وقد شرعنا بعد إغلاق باب التصوير وبدء إجراءات فرز بطاقات الاقتراع باستبعاد الباطل منها فبلغ عدد الأصوات الباطلة 139 وأصبحت عدد الأصوات الصحيحة وقد صوت لسالح إقرار اللائحة المعروضة على جمعية العمومية عدد 13 ألف ترجمة نانسي قنقر 13921 صور بنسبة 87% في حين صوت ضد اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية عدد 2078 صور بنسبة 13% وعليه فإن الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد أقرت اليوم لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي خالص التانية للسيد رئيس النادي الكابتن محمود الفطير والسادة أعضاء مجلس إجارة النادي وجميله في مصر والعالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي كانت من اللحظات المهمة وضع دستور الأهلي وبعدها تم النشر في الجريدة الرسمية والعمل بها حتى الجمعية العمومية العادية التالية على طول لإقرار ميزانية النادي كانت على ضوء هذه الليحة وده النشر بتاعها في الوقاعة الرسمية لهذا يحاربون النادي الأهلي ويتكالبون عليه لهذا المشهد الراقي المحترم الرائد المتفرد كل حاجة يعني حتى شوف طريقة الإعلان شوف طريقة الاستقبال شوف النظام شوف الشفافية في كل شيء ولذلك أنا عايز أقول بالذات اللي ولدنا اللي طالعين الأهلي ده أمانة هتستلموها أمانة عظيمة خلوا بالكم منها اووا أحد يهيل الطراب على تاريخكم اووا أحد يستدرككم للاستخفاف بأي شيء في النادي الأهلي اوعوا الغضب على نتيجة مباراة هتتكرر وحنكسب كتير وحنخسر أحيانا وبطولات بتروحوا بتيجي لكن عظمة الأهلي تكمن فيكم أنتو في جمهوره في تاريخه في تقاليده في مورساته اتمسكوا بهذا النادي علشان ما حدش يقدر يسرقوا منكو يسرقوا منكو يعني ايه يسرق تاريخه يسرق تقاليده لأن الموجة عالية وعايزة مجدفين أقوياء كمهور الأهلي عشان يزمت قوته لديم يتلاحم سيبكوا من المهاطرات سيبكوا من الكلام الفارغ سيبكوا من التاريخ على الفاضية والمليانة سيبكوا من الألاء اللي بيدفعكوا إلى أنكوا في لحظة غضب تسيقوا لكيان أنتوا لابتعرفوا أن الناس بتتمنى تبقى مكانكم ومش عارفين عشان كده عشان كده الهجم يعني الهجوم يعني يعني لكن أبدا لن يثنين هذا الهجوم عن كشف الحقائق وفتح المتآمرين اللازم الأمر بقي أن نترحم كثيرا على من رحلوا عن دنيانا الفانية في الأيام الأخيرة إذا كان 2018 شهد رحيل في الآخر المعلق الرياضي الجميل طيب الزكر محمد السباعي إسرى حادث أليم سبقوا خلال هذا العام أيضا رحيل كابتن عدل هيكل الكابتن صفوة عبد الحليم الكابتن سامير زاهر كابتن عمر أشرف مدرب السباحة في النادي في حادث أليم ومن قبل كابتن عبد الرحيل محمد نجم نادي الزمالك ومدربه والدكتور حازم ياسين أمين صندوق نادي الزمالك السابق والكابتن عبد الكريم الجهري والكابتن إينو نجم النادي المصري الكبير وكان مؤخرا الكابتن مصطفى عبد الله رحمة الله على الجميع والشكر موصول لحضراتكم على حسن المتابعة ولفريق الإعداد دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل على خير نلتقي في العاشرة مساء الإثنين القادر إن شاء الله أصبع على خير اشتركوا في القناة